إستانى يا عمي، إستانى أعبر سبيعان ، على ما ابدأ نؤتهم؟ يا رنو علي يا لب parts والفجأة كله صار نوعى آمنيا ما عليك امنيا ولحمد الله نيتي صافي تبق義ك في حد? Vice Mayor ذريك لنبقان половه حتى ادفع ما عليك ران الآن تشاد جديد لا تدفع نيتي صافيا ثم نيتي صافيا ما عليك تغاني هاي الاتفاقية مش ملزمة مش ملزمة ممكن هسر بعد ما توقعها تقرأها ما تعجبك ما فهمتها خلص إلغي ممتاز ممتاز نيتي صافية عشان نيتك صافية ونيتي صافية هاي أحلى توقف صورة معليك؟ يعطيك العفواني بس إذا فيه شربة مي يعني نشفريدي معليك هاي 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 المي ومحلية معليك أقول لك وقع عندي وأنا بوقع عندك والآن تشويش واضح مع معاهد البزور أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح بأخبار الكورونا وازدياد أعداد الإصابات اللي صار لنا شهر وإحنا نحكي فيها بحب أبشركم إنه صورة نوصل لأربعة تلاف وخمسمية إصابة باليوم يعني إذا وصلنا خمس تلاف يمكن ننحبس مش صح هيك صار قانون حبس المدين وهات حدا يكفل الأردن كلها بس وأخيرا إنه وزارة الصحة اعترفت إنه دخلنا الموجة الثالثة بس شكلنا دخلنا الموجة بدون لوح الركمجة هاي لازم ما تسموها موجة الثالثة هاي سموها تسونامي يا رجل معبّة إصابات أي وين ما تلف وجهك في كورونا حتى الناس صارت تعرف إنه معها كورونا بدون ما تعمل فحص معلم شكلك مفلوز لا لا كورونا كورونا حرارتك بترتفع لا لا أنا معاي كورونا أنا بقولك معاي كورونا وصرحت لجنة الأوبئة إنه سبب ازدياد أعداد الإصابات إضافة لفتح القطاعات والتجمعات هو دخولنا بفصل الشتاء انتم متأكدين إنه دخلنا فصل الشتاء؟ آه مالك هاينا بآخر شهر 11 ولابسين نص كوم والجاكيت هايو مرمي بالسيارة كلها شاتوة واحدة اللي شتتها هاي كيف جد لو دخلنا فصل الشتاء شو رح يصير فينا؟ منغرج بس صراحة ريحتوني أنا كنت بفكر السبب هو العطس بوجه محمد ولحس إيد شاكر وشرب المي من ثم الجنينة أما إذا السبب هو الشتاء عادي هاي أسباب طبيعية وحكى الناتق الرسمي باسم الحكومة إنه رح يصدر أوامر دفاع جديدة وصرح مراقبين ليش لأ مش غلط بيجي فيها وحكى إنه أمر الدفاع الجديد رح يتضمن مجموعة من الإجراءات وهو اعتماد شهادة مطعم كورونا الجرعتين كشرط وحيد للعاملين والمراجعين للدوائل الرسمية للقطاع العام والخاص اعتباراً من العام الجديد ولأي واحد بيحكي طيب شو الجديد بها؟ ما هو من زمان؟ رح أقوله مش إنه راح فحص البي سي آر رح أقوله إنه النبرة بتختلف زمان كان موجود صح بس جنبه كان محطوط الوجه اللي بضحك هذا وهيك مدمع أما هسه مبين الجدية الوجه المعصب بلعب دور وزمان لما المراجع يروح على دائرة حكومية كان ما ينسأل عن فحص البي سي آر وشهادة الجرعتين هسه ما رح ينسأل عن شهادة الجرعتين بس صرح البلبيسي إنه سيأتي يوم يكون فيه سعر المطعوم بمئة دينار استغلوا الفرصة مئة دينار؟ إذا هسه ببلاش وما حدا رايح ومنتحايل عن الناس عشان يأخذوه بعدين ياخي مش حاس إنه مئة دينار رقم مبالغ فيه شوي ياخي بدل ما تخوفونا بدفع المصاري أعطونا حوافز مميزات لأخذها اللقاح خلوا الناس تأخذوا سؤال ليش الحكومة مش قادرة تقنع المواطنين بالمطعوم؟ جواب لأن القناعة كنز أخذت الحكومة من زمان قالت وزارة المياه والري إنه كميات المياه اللي دخلت السدود في الشتو اللي إجت سجلت نحو أربع ملايين متر مكعب في السدود الرئيسية أربع ملايين متر مكعب آه عشان هيك وقعت وثيقة إعلان النواية مع الاحتلال وكمان أعلنت وزارة المياه والري عن إيقاف ضخ مياه الدي سي بهدف تنفيذ أعمال صيانة صيانة؟ آه عشان هيك وقعت وثيقة إعلان النواية مع الاحتلال تم إحالة ملف عطاء أوتوبارك إربيد على القضاء طب كيف موما بعدهم بأخذوا مصاري على الصفر؟ آه عشان هيك وقعت وثيقة إعلان النواية مع الاحتلال يا أخي فيه شغل بالي صراحة وهو تساؤل يعني ليش الحكومة عملت هيك؟ يعني لا موجود بستراتيجيات ولا موجود بأولويات ولا موجود بأي خطة أي ولا حدا بيدري عنه ومع الكيان الصهيوني يان بدك تفصلهم؟ يعني طلاب بعبروا عن موقفهم من التطبيع وين المشكلة؟ ولا عندك سلطة وبدك تمارسها؟ لا وداير لي وراهم احفظ لي شكل هذا، سجل لي اسم هذا بد أفصلهم برافو أحسنت، فعلا إنك قوي صحيح، تعرفوا إن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشباب وعمداء شؤون الطلب بالجامعة عملوا اجتماعا لبحث أهمية الأحزاب والتفاعل الطلابي الحزبي وتفضلوا، هاي هي النتيجة آه صح؟ لسه ما أقرنا قانون الأحزاب أسفين، أسفين حقك علينا، إحنا أسفين وبفقرة جديدة، أخبار فساد وتهريق محكمة جنايات عمان أصدرت حكم بإدانة موظفة بوزارة الزراعة وحبسها وحبس أخوها اللي بيشتغل بشركة تخليص خاصة وحبس مدير دائرة بوزارة الزراعة بقضية شحنة ثوم صيني فاسد وصرح مسؤول أنه كان شام ريحة فساد بالشحنة وهذا اللي خلاه يفسفس الموضوع فسفسة واكتشف أنها غير صالحة للاستهلاك البشر قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المدورة تمكنت من ضبط عملية تهريب حشوات أسنان في أثناء تفتيش إحدى المركبات القادمة من دولة عربية مجاورة وبلقاء مع أحد المهربين حكى سوف أنا معليف دخل بالنصار أبصر مين حطهم سيارة تبدون ما أعرف وأنا ما كنت سايف إيه فيه حتى مش بسدق اثأل اللي معاي صحيح اللي بحكيه صحيح فيدي وعسيرة التهريب تم إحباط تهريب مخدرات عبر طرد بريدي بالعقبة وصرح مسؤول لأن هذه العملية كانت من أغبة العمليات اللي مرت عليهم زي لما تيجي بدك تسرق دار وقبل ما تدخل ترن الجرس عقد مجلس النواب أولى جلساته التشريعية واللي صار فيها حوار ونقاشات كثيرة أما شو نقاشات كانت مولعة هل يعقل؟ هل يعقل في بلدي؟ اسمحوا لي إذا رفعت الصوت إن شاء الله بخببه كمان بالله خلينا بالموضوع يا أبو جاسم لا هذا هو أهم من الموضوع اللي يقول لا مش أهم ارحموا البلد الدستور الأردن اليوم يعيش في غرفة اللي يعيش عن أكسجين شكرا ارحموا وطننا شكرا يا أخوي مش قد هيك كمان زملائك يا أبو عماد أنا ما عندي لا أول ولا ثاني اللي شفته سجلت اسمه أنا إلي عينين ثنتين بس أرجوكي 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 لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز التوضيح الذي قدمه دولة رئيس الوزراء معايل الرئيس حقيقة ما تفضل به كله كلام إن شاء أنا لم أفهم منه أي كلمة يعني ممكن هذا السول فيه في تعليله نواب بتعرفوا أنه قانون الانتخاب اللي يجي أنا عليه قانون سيء وبتكون ترجعوا اسمعي حقي 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 اسكتي حقي أخترح طلع عدل عشر أحزاب والله لكو الصيد الدستور بالدستور شكرا أحكي من محل لك إذا سمحت وطلب إذن يا أخ زهير الله يخليك الله يخليك فوضى ما فيه إذا سمحت لا تسوي لي فوضى مسجل طبعا النقاش كان متوتر وفي شد كثير لأن النواب كانوا بنقشوا أمور حساسة وهي التعديلات الدستورية المتعلقة بمخرجات اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية وإضافات مجلس الوزراء عليها وكان أهمها هو مشروع استحداث مجلس للأمن الوطني والسياسي الخارجية اللي بتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسي الخارجية برئاسة جلالة الملك وبعضوية مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية بالإضافة لعضوين بعينهم الملك الحكومة صاحبة ولاية عامة الحكومة سندا للدستور والمادة 45 تمارس ولايتها العامة على كل مرافق الدولة لا يمكن أن أزج باسم الملك ويصبح واجهة مع مجلس النواب ومع الشارع ومع المحاكم ومع القضاء ليكون خصما حتى الإضافات اللي جاءت من الحكومة مع فائق تقديري لمن خالفها أنا أجد أنها تصب في جوهر وفي صلب المشروع الإصلاحي وأنا مطمئن أن هناك نية حقيقية للإصلاح تذهب باتجاه أن تكون هناك حكومة حزبية من الواضح أنه في جدل كبير أنه ليش منعمل مجلس زي هين بس هو أساسا شو الفكرة من وجوده؟ يعني مجلس الوزراء ليش اقترحه؟ التعديلات هدفها أن تخلق سند دستوري لإنشاء مجلس ينقى بالمجتمع عن التجاذبات الحزبية ويوفر ضمانات للاجتماعي عند الضرورة وفق الوحدة العضوية لنصوص هذا الدشتور وليه والحكومة شو عندها بعض نظر؟ يعني إحنا لسه ما صار عندنا أحزاب ولا حكومات برلمانية ولسه بدنا عشر سنين عشان نوصلها إذا وصلناها طبعاً وإحنا من هسه خايفين أنه لما تتشكل الحكومات الحزبية يصير معهم تجاذبات سياسية إحنا جد مش فاهمين يعني يعني بدنا نوصل لحكومات برلمانية حزبية عندها برامج بس بالأمور الداخلية؟ يعني مين راح يتشجع يخذ هيك تجربة مع معدلات البطالة والمديونية الكبيرة؟ يعني فرضاً لو إجت حكومة بدها تنفتح الشرقاً يمكن يجي المجلس يقولها لأ إحنا مغربين وطبعاً لسه في عنا كثير تساؤلات عن هذا المجلس خصوصاً لما دولته حكى أنه ينعقد للضرورة طب إيش اللي بيحدد موقف معين أنه ضرورة؟ وكيف مطلوب من مجلس الأمة يوافق على إقامة مجلس وطني لسه مش معروف نظام عمله؟ وهسه مشروع التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب صار باللجنة القانونية النيابية عشان يناقشوهم وبعز التساؤلات هاي في نواب حبه يستغلوا الفرصة لا يفتحوا موضوع قديم جديد وهو الهوية الجامعة الهوية الجامعة قضية أخرى على غرار كل التعديلات طلعنا مصطلح الهوية الجامعة احنا عنا هوية وحدة احنا عنا الهوية الوطنية ينظوي تحت كل الهويات الفرعية وكل الهويات الفرعية هي مفخرة وهي اللي بنت الأردن هل كانت المملكة الأردني هاشمية خلال المائة عام بدون هوية جامعة؟ كل من يحمل الرقم الوطني فهو أردني 24 غيرات وما في عنا هوية إلا هوية الوطنية وبالنسبة لهوية الجامعة احنا هويتنا هوية الوطن وأعترف أنني عند تعريفها ليلة أمس لم أرجع إلى جوجل بل نزلت إلى الشارع الأردني لا واضح قديش أنه واب حريصين على تماسك ووحدة الهوية الوطنية ومتحمسين للدفاع عنها حماس مش طبيعي نحن أردنيين قبل الهوية وقبل الرقم الوطني لا وين وين ساعتك شو فيه وين رايح ساعتك واضح واضح أنه ساعته متحمس كثير يعني أنا مش عارف صراحة ليش الموضوع أخذ كل هذا الحجم والضجة يعني الهوية الجامعة أو الهوية الوطنية أو الهوية الأردنية أو شو ما بتحب تسميها ببساطة هي بتجمع كل من يحمل الجنسية الأردنية وبالنهاية المهم كان معك مصاري مع شوح المياه اللي منعاني منه غياب الخطط والاستراتيجيات والقرارات الخاطئة وصلنا لمرحلة كثير 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 صعبة قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها وقعت مع الأردن اتفاقا للتعاون في مجالي المياه والطاقة المتجددة وأكدت الوزارة أن الأردن سينتج 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل وذلك مقابل تحلية 200 مليون متر مكعب من المياه لصالح عمان إعلان نوايا عام جرى توقيعه في معرض إكسبو دبي 2020 اليوم بين الأردن والإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه ليه يا حكومة ليه؟ وبتحكولنا بعدها ليش في أزمة ثقة بين مواطن والحكومة وعن متجسور الثقة؟ أي يعني هسة معجول ما كنتوا عارفين بتوقيع اتفاقية إعلان النواية إلا قبل 24 ساعة زي ما صرح وزير المياه طرى هاي مصيبة وإذا كنتوا عارفين قبل وساكتين لمصيبة أكبر ليش لمصيبة أكبر؟ لأنكم عارفين إنه ما حد رح يقولكم والله قرار صائب اللي رح تعملوه ياخي أنا بدأ فهم شغلي مش إسرائيل لساتها كيان احتلال وعندهم أطماع بالمقدسات وإحنا قبل سنة كان عنا موقف حاد ضد صفقة القرن هسا الوضع إيش؟ صار عادي؟ يعني نعمل معهم اتفاقيات؟ وكمان صرح وزير المياه عن إعلان النواية إنه لا علاقة له باتفاقية السلام وهي غير ملزمة وأن الموضوع لسا تقيد البحث ودراسة الجدوى ياخي ياخي أنا وين سامع حادي باجي قبل هيك؟ وين كنتي ناسي؟ أفكرك إن كنتي ناسي أفكرك اللي تم توقيعه مؤخرا عبارة عن خطاب نواية غير ملزم يعني للطرفين إن كنتي ناسي أفكرك اتفاقية الغاز ما عليك كانت بالأول خطاب نواية بعدها اتفاقية بين شركتين والحكومة ما إلها دخل ومجلسين نواب رفضوها مش مجلس واحد وحملات ومظاهرات وود الاتفاقية على المحكمة الدستورية رجع الاتفاقية من المحكمة الدستورية وبالأخير طلع مجلس النواب ما إله أي علاقة والغاز مر اليوم شكله نفس الموضوع بدنا نبلش بإعلان نواية وبكرة مش إحنا اللي وقعنا الاتفاقية هاي شركة الكهرباء الشمسية النظيفة هي اللي وقعت والحكومة ما إلها علاقة وأكيد مجلس النواب رح يطلع أوت إذن حشم الأمر اليوم الأول من العام الجديد بدأ تدفق الغاز الإسرائيلي إلى الأردن ومضت الاتفاقية إلى التنفيذ والتطبيق وكل الجهود التي حاولت ثاني الحكومة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بقت بالفشل بعدين ليش إحنا عاملين زي وين دانك يجحى؟ يعني منستورد غاز عشان ننتج كهرباء بس للعلم هاي كهرباء قادرة مش نظيفة ومنصدر للكيان كهرباء نظيفة معطرة من شمسات سخاري الأردن الواسعة وهم بيرجعون لها بدل الكهرباء مية محلية تحت الوسط وكل هذا ليش؟ عشان الكيان يحقق استراتيجيته في تخفيض انبعاثات الكربون يا قلبي أنا على الحنية والعطف على البيئة بس البشر شو أخبارهم؟ يعني فكركم قديش الصواريخ والقنابل بتنتج كربون وانبعاثات ولا هيبرى الحسبة؟ اه؟ ليكون عندكم صواريخ صديقة للبيئة؟ يا قي جد أنا مش فاهم يعني شو السبب؟ ليش انت وقعته؟ حبيبي مبروك حبيبي مبروك إلنا ومبروك للمشاهدين ومبروك لإلنا شو لي مبروك؟ بس لإلنا هاي خلوان خبيبي عشان خلوان الاتفاقية لا لا بديش أتحلى خلوان بلدك تتخلى خبيبي واذا لي كلامانتينته؟ كلامانتينته ما بدنا يأمنكم؟ ما بدنا يأمنكم؟ غاز وعطيناكم غاز ودو احتلال مية وعطيناكم ما عدو احتلال شكراً هنعطيكم خيار خيار الادو احتلال بعدين نعطيكم بندرة هذا ما بفهمك اشي؟ ما بفهمك انه مثلاً الشعب رافض لكل هاي الفكرة ما بدوش هاي الاشياء كلها بدناش اي تعامل معكم؟ انت بتعطونا كهرباء واحنا منعطيكم مية بعدين هيك بدل واحنا منعطيكم غاز يعني هيك شغلب احنا منعطيكم غاز وانت تبعين هناك كهرباء بعدين احنا مجللكم مية وانت بتقصص قوية عريضة اصلاً اصلاً طلعت احتجاجات الطلاب هاي هم طلعين يحتجوا على هاي الاستفاقية اتفاقية انت هم الطلاب راح يحتجوا والناس راح تنزل على هاي والجماعة هاي المقاطع يقاطعوا وانت بح تنزلوا غني ما بدنا ما بدنا مية وانتوا تموتوا بالعطش وانا مورد تمشي زي الغاز بالاول بك اتفاقهم بعدين منمشي كدا بعدين منتفاق وانتكون مية بتاحتوك الكلمانتينة شو تقشر هون بالستوديو عندي شو تقشر عشان الريخ اتفع في الدنيا شلط خذ هالا الكلمانتينة تاعتك اتفع يلا عقبال عقبال جسمان لما نعطيكم خمس عشان نصير تحكي خمس لا دوب واختلال ثلاثين احداش راح يبلش كأس العرب وبالتوفيق لمنتخبنا يا كبير كيف راح يجبا به وتمشي جزء تحكي خمس تشكي خمس اوضع اشعر اشعر ترجمة نانسي قنقر